لا شك أن الزواج هو الطريق الشرعي لإشباع الغريزة الجنسية بصورة يرضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة والزواج طريق لكسب الحسنات قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق كناية عن الجماع قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فهل يجوز للزوج أن يجامع زوجته كل يوم هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله فتابعوا معنا إن الزواج في الإسلام آية من آيات الله تعالى في الكون لقول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وليس هناك في الشريعة الإسلامية نص على عدد مرات معينة للجماع لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما دامت القدرات متفاوتة فليس من عادة الشريعة أن تأتي بعدد معين في مثل هذا ولكن الجماع حق للمرأة وواجب على زوجها وقال العلماء الوطء واجب على الرجل أي إن الزوج يجب أن يجامع زوجته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفضر قم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا فلا ينبغي للزوج أن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحق الزوجة من جماع واكتسابه سأل أحدهم قائلا هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا فجاءت الإجابة يجوز له ذلك والاغتسال أحسن فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وهذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد والسنة أنه إذا أراد الزوج أن يعاود زوجته جماعا ولم يغتسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة وقد ورد ما يدل على جواز ترك الوضوء أيضا فأما ما يدل على سنيته قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وما يدل على جواز ترك الوضوء قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وسأل رجل شيخا عن كثرة جماعه لزوجته فأجاب الشيخ اعلم ابن الغالي أن استمتاعك بزوجتك لا حرج فيه مهما كثر ما لم يشغل هذا عن واجب أو يؤدي إلى ضرر ونرجو أن تؤجر على هذا الاستمتاع إذا أحسنت النية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وعلم أن سرورك بزوجتك وسرورها بك نعمة من الله عز وجل فينبغي أن تحرص على شكر هذه النعمة بالحرص على تقوى الله والتعاون على الطاعات فإن شكر النعمة سبب مزيدها وبركتها قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال العلماء ومن حق الزوجة على زوجها أن يبيت عندها زوجها وإذا كانت له امرأة اللازمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته فإن تنازع فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد ومن المطلوب شرعا تحصين الزوجة ضد الفاحشة بجماعها من قبل زوجها بقدر كفايتها وبقدر ما يحصل به هذا التحصين فلا وجه لتقدير ذلك بمدة معينة ولا عدد مرات معينة وإنما يكون التقدير بقدر كفايتها وحسب قدرة الزوج على إيفائها حقها وهذا كله في الأحوال العادية والزوج حاضر ويعيش مع زوجته أما إذا كان الزوج غائبا عن زوجته لسفره لغرض مشروع أو لعذر مشروع ففي هذه الحال ينبغي أن يسعى الزوج ألا تطول غيبته عن زوجته وإذا كان غيابه بسبب قيامه بأعمال تنفع المسلمين كالجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثغور المسلمين فينبغي أن يسمح له بالعودة إلى أهله بحيث لا تطول غيبته عنهم عن أربعة أشهر ليقضي مدة بين أهله ثم يعود إلى مرابطته أو جهاده في سبيل الله وهكذا كانت سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جعل مدة غيبة الجند والمرابطين في الثغور عن زوجاتهم أربعة أشهر فإذا مضت هذه المدة استرد وأرسل بدلهم غيرهم والخلاصة مشاهدين الكرام أنه نعم يجوز للزوج أن يجامع زوجته كل يوم ما دام قادرا على ذلك وما دام لم يجامعها في حيض أو في نفاس أو في وقت محرم وهيئة محرمة وما دام لم يشغله ذلك عن طاعة لله تعالى وعن واجب شرعي كالصلاة في جماعة مثلا وفي وقتها نسأل الله تعالى أن يجمع بين المسلمين والمسلمات في خير وعلى كل خير وأن يبارك فينا جميعا وأن يحفظنا من كل سوء اللهم آمين ترجمة نانسي قنقر